نقطة الأولى في استجواب الشيخ سلمان الحمود واستجواب الشيخ محمد العبدالله هناك أربع كتل سياسية سمهم جهات ضغط أين كانوا الأخوان المسلمين التحالف الوطني حشد كتلة العمل الشعبي وجماعة الشيخ أحمد الفحت الأربع هذين كانوا استخدموا الضغط والتعبئة في السوشال ميديا واستخدموا أيضا الضغط على نواب المجلس لطرح الثقة في الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد العبدالله يعني تقول من أسباب صغوط الشيخ محمد العبدالله والشيخ سلمان في استجواباتهم وهما التيارات الأربعة أكلمك 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 أبو حمد ما قبل ما قبل الاستجواب نفسه الآن كلها أنا قاعد أتكلم ما قبل الاستجواب نفسه تجد أنه في نفس الوقت في استجواب الأخت أم محمد الاستجواب هذا تغيرت تماماً التحالف الوطني تحالف معه الأخوان المسلمين تحالف والتحالف الوطني والأخوان المسلمين في استجواب هند السبيل لمصلحة أم محمد ما قبل الاستجواب والتعبئة كانت واضحة وحيدوا منه جماعة أحمد الفهد شيخ أحمد الفهد وجماعة حشد ترجمة نانسي قنقر